الله أكبر تبتغي مرضات أزوادك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أصر النبي إلى بعد أزواده حديثا فلما نبأت بي وأظهره الله عليه أرف بعضه وأعرض أن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تطوبى إلى الله فقد سغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلق كنا أن يبدله أزواجا أزواجا خيرا منه كنا مسلمات مؤمنات مؤمنات قانتات قانتات طائبات عابدات سائحات سيبات وأبكارا قانتات يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة والحجارة عليها ملائكة غلاد شداد لا يأصون الله لا يأصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا طوبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخز الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد القفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير طرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا من الله شيئا وقيل دخل النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب بن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجا فنفخنا فيه من روحنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبي وكانت من القانتين صدق الله العظيم